لا يسعونا إلا أن نقول في هذا اليوم إن لله وإنا إله راجعون وعزاؤنا جميعا في هذا الصرح الذي نهدى اليوم في المغرب وهو بموت الشيخ محمد زحل الذي عرفناه منذ السبعينيات الأولى أيام الشبيبة الإسلامية والذي عرفناه في المساجد مدرسا ومعلما للأجيال فنحن نعلم ورسأو الله عز وجل أن يكتبه في أعلى عليين وأن يكتبه في الفردوس الأعلى ورسأو الله عز وجل أن يبدل دويه وأن يولهمهم الصبر والسلوان على هذا الفقدان الجلل وليس عني كذلك إلا أن أنوه بما قام بي شيخنا الجليل حينما عرفناه في أيام السبعينيات الأولى أيام الشبيبة الإسلامية في أيام التأسيس وفي أيام الخروج ما بعد الشبيبة الإسلامية إلى الالتحاق بجمعية الجماعة الإسلامية التي من بركاتها إنشاء جمعية الإصلاح والتجديد والإصلاح والتوحيد إلى العدالة والتنمية اليوم إلى دفاعه عن السلفيين عن المعتقلين لا داخل السجون ولا خارجها فنسأل الله عز وجل أن يولي ما أدوه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إلي راجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر